في إطار محاربة الجريمة المنظمة تمكنت مصالح الأمن الوطني بالتنسيق مع جماريك مطار هوريب مدينة دولي من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الصعبة كانت موجهة نحو الخارج المعلومات تحصلت عليها مصالحنا التابعة للفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية بمطار هوريب مدين قامت عناصرنا للشرطة وبالاشتراك مع مصالح الجماريك الجزائرية تابعة لمطار هوريب مدين بإيقاف مسافر كان متوجها إلى مطار اسطنبول وبحوزته مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة يقدر بما يقارب مليون وخمسة وربعين ألف أورو المبلغ كان بحوزة مسافر كان على مثل الرحلة المتوجهة نحو اسطنبول التركية والذي حاول تهريب العملة عن طريق إخفائها بين أمتعته هذا المبلغ كان المعني بالأمر بصد تهريبه للخارج بالتحديد إلى اسطنبول مخبأ بيحكان بطريقة مموهة داخل متاعه المدفوع عملية الأحباط هذه جاءت في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم الذي يضر بالاقتصاد الوطني